النهاردة هنعمل مع بعض صنية محشي مشكل بالفرن طعم وريحة وهم عندي فلفل رومي وبتنجان وكوسة وورق عنب وكروم يلا بعض نقول الخلطة كده بسرعة كبيتين رز مصري مخصول ومتصفي كويس جدا بصلتين مبشورين شبت وكسبرة وبقدونس معلقة توم مفروم ملح كسبرة فلفل اسود وكمون معلقة كبيرة من هرست الشطة ودي اختياري ونعناع مجفف ولتر من عصير الطماطم الفرش وكوباية زيت انا بعمل الخلطة المحشي بقى نيف ناي وبحط كله فوق بعضه وقلبهم كويس جدا احشي الكمية بتاعتي من كل انواع المحشي المختلفة وبعد كده بقى بنيجي للشربة اللي هنسوي بها المحشي عبارة عن مرأة طماطم معلقة زبدة او سمنة ومعلقة صلصة شربة المحشي بقى لازم تبقى صخنة جدا بعد كده بنرس المحشي في الصينية وبنسقيها بالشربة ونغطيها بالورق الفايل طبعا على فرن مسبق التسخين على مية وتمانين درجة بياخد من حوالي خمسة واربعين دقيقة لستين دقيقة وكده يبقى كله تمام قدمتم مع الدجاج المشوي اللي عملناه مع بعض قبل كده لو عجبتكم الوصفة لايك وشير وكمنت وباي باي اشتركوا في القناة